السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف العاشر حياكم الله بمتابعة دروس المادة التربية الجغرافية وقد وصلنا إلى الفصل الرابع النظام النهري العمليات والأشكال الأرضية الناتجة في هذا الفصل نتناول عملية الحد النقل الترسيب إذن عندي ثلاث عمليات للنظام النهري حث نقل ترسيب طيب نيجي إلى العمليات النهرية بشكل عام تتباين الأنهار في قدرتها على تشكيل معالم سطح الأرض وفقا لطاقتها إذن من الذي يحدد تشكيل معالم سطح الأرض طاقتها عملها أداءها أول عملية لتشكيل سطح الأرض الحد إحنا حكينا هناك عمليات أساسية في تشكيل سطح الأرض أول وحدة الحد تقوم الأنهار يعاشر بعملية حد مجاريها ومن ثم تعميقها بطرق عدة أبرز طرق الحد خلينا نجي نخدها واللي هي التجوية الكيميائية كمان مرة ناولنا الحد قلنا عنده طرق هائل الحد يقوم بها أول شيء التجوية الكيميائية هي تفاعلات كيميائية بين الماء الجاري في النهر والسخور المكونة لمجرى النهر طيب هذه العملية تنتج من خلالها مواد صخرية جديدة كمان مرة هي تفاعلات كيميائية بين ماء جاري وسخور مكونة لمجرى النهر هذه العملية إذا قامت ينشأ من خلالها وينتج من خلالها مواد صخرية جديدة ذات خصائص كيميائية عن الصخر الأصلي نعم هذه العمليات حكينا ينتج منها مواد أول إشي الإذابة للصخور هي عملية تحلل النياه الجارية في النهر تتحول إلى بما تحويه من غازات مواد ذائبة تدخل في تركيب الصخور بتذيبها بتحللها تتألف من معاذن لا تذوق يؤدي إلى فقدان تماسك الصخر إلى حطام صخري بضاف إلى الحمولة تعتمد هذه الإذابة 10 على نوع الصخر فمرها ديك حكينا أن الصخور الرسوبية أقل قدرة على المقاومة من الصخور النارية لأنه أساساً الرسوبية متحولة من النارية في النارية هي صعب أن تتحلل صعب لكن الرسوبية تتحلل لأنها متحولة طيب عندي الأكسدة اتحاد أكسوجين في مياه النهر مع مركبات الحديد حيث يؤدي إلى تغيير لونها وبتكون مادة سهلة التفتيت ثلاث عمليات تميؤ شو يعني تميؤ؟ اتحاد مياه نهر مع بعض أنواع المعادن المكونة للصخور بتضاعف حجمها وبيكون معنا جديد وبأدي إلى الضغط ويمتاج عنه تحطمها وتفتتها هذا التفتت في النارية أم الرسوبية؟ في الرسوبية النوع الثاني من عملية النحث تجوية ميكانيكية عملية تحطم الصخر بفعل الماء الجاري من دون وحدات تغيير على المحتوى المعدني وتكون بطرق زي ما إحنا حكينا كيميائية بطرق الآن عندي الميكانيكية بطرقية عاشر أول إشيء الارتفاع الطبيعي للماء أو الفعل الهيدروليكي تمتلك الأنهار طاقة كبيرة لهي نتيجة اندفاع المياه الجارية تعمل على تحطيم الصخور بتصادفها أثناء جريانها وتنقلها لمسافات بعيدة الحد بواسطة الحمورة بقيم النهر بحث جوانبه بحكينا إحنا بندفع الماء بيجعل الجوانب فبحث الجوانب بتزداد هذه العملية في الدوامات المائية مما يؤدي إلى تشكل حفر وهذه الحفر لا تلبقت إلا أنه تتحد مع بعض وبتكون مواد صخرية مفككة إلى حمولة النهر يعني هاي الرواسط بتتحد وبصير عندي عنصر مركب منهم الآن عندي تنشط في المجرى المائي أنواع من الحث عندي حث رأسي وحث جانبي حث الرأسي اللي هو بتعمق عمودي لمجرى الوادي النهري يكون بشكل عمودي أما الجانبي توسيع عرض قناة النهر اللي هي سرير النهر وهو الجزء المبلل من مجرى الوادي النهري وبتزامن عملية الحث الرأسي والجانبي مع بعض يعني الرأسي والجانبي بتفعلوا مع بعض وبسرد نشاط عملية الحد دون الأخرى في بعض الأحيان المرة الجاي إن شاء الله منكمل واللي وصلنا عند النقل بعد ما خلصنا الحد عندي النقل وآخر إشي بيكون بموضوع الوحدة لهو الترسي دمتم عافاني الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته